ونروح سريعاً دلوقتي لموجز الأهم وآخر الأنباء بصحبة زميلة ندينا شرف شكراً لك مصطفى الثامنة صباحاً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت تيجرينيش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم تستضيف مصر في الثالث عشر من يوليو الجاري مؤتمر قمة دول جوار السودان حيث يبحث المؤتمر سبل إنهاء الصراع الحالي والتدعيات السلبية له على دول الجوار ووضع أليات فاعلة بمشاركة دول الجوار لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية وبالتنصيق مع المصارات الإقليمية والدولية الأخرى للتسوية الأزمة وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن استضافة مصر المؤتمر تأتي في ظن الأزمة الراهنة في السودان وحرصاً من الرئيس عبدالفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المباشر للسودان واتخاذ خطوات للحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني وتجنيبه الأثر الثلبية التي يتعرض لها والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها والحد من الاستمرار الأثر الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون جاءت تصريحات الرئيس السيسي عقب أداء حلف اليمين للرؤساء محكمة النقد وهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة كما أعرب الرئيس السيسي عن خالص التقدير لسادة المستشارين والقضاء لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بضرورة التزام الوزراء الخدمية المختلفة بالتحديد احتياجاتها الفعلية لمشروعتها المختلفة حيث يتم التنصيق بالشأن تصنيعها على أن يتم تحديد الاحتياجات السنوية لمدة خمس سنوات مقبلة ليتم العمل على توطين الصناعة بشأنها وخلال الاجتماع الذي عقده في إطار متابعة إجراءات توطين الصناعة ومستلزمات الانتاج أشار مدبولي إلى أن الدولة أعدت مجموعة من الحوافز غير المسبوقة لصناعات استراتيجية محددة بهدف توطينها وهو ما سيسهم بدوره في توفير المنتجات المختلفة ومن خلال توطين الصناعات المستهدفة مضيفا أنه تم تحديد 152 فرصة استثمارية في قطاع الصناعة تستهدف العمل على توطينها وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى بريطانيا حيث سيلتقي ملك شارلز الثالث وعدد من المسؤولين في لندن قبل أن يشارك في قمة حلف شمال الأطلنطي نيتو وذلك في لتوانيا غدا وتأتي جولة بايدن الدبلوماسية بعد وقت قصير من القرار الأمريكي بتزويد كييف بدخائر عنقودية وهي محظورة من معظم أعضاء النيتو لكن الولايات المتحدة تواصلوا استخدامها نددت كوريا الشمالية بسعي الولايات المتحدة لجلب غواصة صواريخ باليستية تعمل بالطاقة النوية إلى مياه قريبة من شبه الجزيرة الكورية وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني بكوريا الشمالية إن تصرفات واشنطن تؤدي إلى وضع يجعل الصراع النووي أقرب إلى الواقع وأضف المتحدث أن طائرات استطلاع أمريكية انتهكت مجالها الجوي في الأونة الأخيرة بالقرب من الساحل الشرقي أطلقت الصين قمرا صناعيا جديدا إلى الفضاء بهدف اختبار تقنيات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية الصينية أن القمر الصناعي أطلق من مركز جيو تشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شامل غرب الصين على مدن صاروخ حامل من طراز لونجمارش ختام مجزء الثامنة فاصل ونعود لحظةكم مستكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر شكرا